الفرحة الغائبة هكذا تبدو مشاهد العيد بالنسبة لأفراد الجيش الوطني المرابطين في جبهات القتال الشرقية والغربية فالدفاع عن المدينة واستكمال تحريرها مهمة لا تعرف المناسبات كما يقول البعض عيدنا في المتارس عيدنا في الخنادق هذا هو شرف الأمة التي ندافع عنه أبناء القيش الوطني في اللواء 22 ميكا وكافة الألوية العسكرية يدافعون عن الدين والعرض والوطن نزف آية التهاني والتبركات للشعب اليمنية العظيم ونقول لهم نحن مرابطون وإن شاء الله سندحر الحوثي ونرقعه إلى كهوفه إلى مران عدو التاريخ والدين والشعب اليمني يسجل هذا العيد الذي يعد المناسبة السابعة من بين الأعياد منذ اندلاع الحرب قبل نحو ثلاث سنوات قصة أخرى لمواصلة قوات القيش الوطني التصدي لهجمات الميليشيات من وقت لآخر حتى خلال أيام العيد المباركة هذا سابع عيد يمر علينا ونحن في القبهات ندحر ميليشيات الانقلاب التي تستغل هذه الظروف ونقوم بدحرها وصد الهجوم والحمد لله رب العالمين ولم نزور الأهل والأصدقاء وإنما زرنا هذا سابع عيد نزور فيه المتارس عيدنا في متارسنا ومجالسنا هي متارسنا فتركنا زيارة الأهل والأصدقاء والأصحاب مشاعر الفرحة وزيارة الأهل والأصدقاء أمور كان يألفها أولئي وغابت عنهم فالعيد بالنسبة لهم ليس سوى ترقب وانتظار الفرحة الكبرى المتمثلة بتحرير المدينة وانتصارها عيد بأي حال عدت يعد هكذا يردد الجميع هنا في مدينة تعز بعد أن طالت رحى الهرب التي أثقلت كاهلهم حمزة أمين قناة بلقيس من الجهة الشرقية لمدينة تعز موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر